الفراشة والنملة كانت السماء صافية والشمس الدافئة تلقي أضواءها الذهبية على الأرض والحقول مرتدية أجمل أثوابها الملونة وإذا بفراشة بديعة تنتقل برشاقة من مكان إلى مكان نزلت على حافة وردة حمراء فرأت تحتها نملة سوداء خاطبتها قائلا ماذا تفعلين أيتها السوداء؟ حقا لا يليق بمثلك أن يقف بجانب الورود فقالت النملة ولما لا؟ قالت الفراشة ألا ترين ما أنت عليه من قبح المنظر؟ فثوبك ثوب حزن لا تخلعينه عند ذلك انتفضت النملة غاضبة وأجابتها إن الجمال جمال العقول والأعمال وما جد أحسن الثوب والجسد دون عقل متزن وأخلاق فاضلة فردت الفراشة قائلا أنا فاتنة انظري إلى كل هذه الأناقة الكل معجب بي ها هم الأطفال يتبعونني من مكان إلى مكان أعجابا بجمالي قاطعتها النملة قائلا نعم حتى يقبض عليك أو تموت تعبا هروبا من ملاحقتهم فهل ترين أيتها المغرورة فائدة الجمال إذا لم يكن مصحوبا بسلامة العقل وحسن التدبير؟ نعم حسن التدبير؟ نعم حسن التدبير؟ نعم حسن التدبير؟